توتر ما قبل الطلقة الأولى في معركة ناعمة شحذ كل الأطراف أجندته وأدواته ليتموضع خلف مواقفه المعلنة من المشاورات القادمة من داخل قلعة جوهان سبيرل استهل المبعوث الأممي جولة السلام في السويد بهدف التوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن حيث شهدت الساعات الأولى من صباح أول أيام المشاورات خلافاً سببه زيادة عدد وفد ميليشيات الحوثي إلى 17 عضواً خلافاً للعدد المقرر بـ 12 فقط الأمر الذي دفع وفد الحكومة الشرعية للاعتراض عليه لينتهي الخلاف بتدخل المبعوث الأممي مارتيني جريفث الذي استبعد الأسماء الزائدة من وفد الميليشيا لكن هذا لم يكن نقطة الخلاف الوحيدة فبحسب مصدر خاص لبلقيس هناك اتفاق مع المبعوث الأممي على أن تعقد المشاورات بعيداً عن الإعلام غير أن الجانب الحكومي تفاجأ بأن مكتب المبعوث الأممي وحكومة السويد منحا أكثر من 120 تصريحاً لوكالات أنباء ووسائل إعلامية عالمية وعربية من بينها قنوات تابعة لميليشيات الحوثي وإيران المصدر أكد أن هناك دلالاً غير منطقي أو غير مفهوم من قبل مكتب المبعوث الأممي والحكومة المضيفة لميليشيات الحوثي المصدر أكد أن هناك تدليلاً غير منطقي أو غير مفهوم من قبل مكتب المبعوث الأممي والحكومة المضيفة لميليشيات الحوثي شهد اليوم الأول مؤتمراً صحفياً لغريفت ووزير خارجية السويد البلد المضيف واجتماعاً منفصلاً للمبعوث الأممي مع رؤساء الوفدين ونائبهما للبدء بمناقشة جدول الأعمال جدول أعمال المشاورات بحسب ما أعلن عنه يتضمن ملف الأسرى والمعتقلين وفتح مطار صنعاء ووقف التصعيد بين طرفي النزاع نهيك عن تخفيف حدة الحرب في مدينة وميناء الحديدة يقول غريفت إن المشاورات ستتطرق للاقتصاد وفتح مطار صنعاء وكيفية وصول المساعدات الإنسانية الأيام القادمة كما يعاد غريفت ويأمل هو وضع معايير وخطوط رئيسية لعملية السلام وفق المرجعيات الثلاث يرى مراقبون أن الدخول للمشاورات بسقف منخفض يتمثل في تهديئة الحرب وليس إيقافها يفقد جميع الآمال بإيجاد حلول جذرية فما الذي يمكن أن يتم التوصل إليه؟